موسيقى قبل ما تأخذ الباكالوريا نقوم في المرحلة التلاميذية لأنها مهمة بنسبة لي هنا لأنه كان هدروا على الآن تلاميذ اللي هما تحولوا في فسط واحد الواسط اللي كان كيتغاليه الحضور الرئيسي كنا عقلية طبعا في ذيك المرحلة واش كانت شيء أحداث دولية اللي أثرت وساعدت بدورها على النمو ديالها التوجه الديني من داخل الحركة التلاميذية طبعا دعني أقول أنه كان جوج ديال الأحداث خلينا نقول جوج ديال الأحداث رئيسي رئيسي كالحدث الأول اللي هو رئيسي ومهم أو قل ما انتك هزر على التنوي حيث كي انتال جامعي في منا نظروا الحدود 78-80 هنا من بعد جاءت الأحداث ديال نظروا الحدود 80 أنا ديال أفغانستان لا لا جاءت فتات سينا أتل واحدة 8000 فإذا كان الحدث الأول هو ما وقع في مصر بين الإخوة المسلمين وجمال عبد الناصر رحمته على جامعي عبد الناصر رحمته الله وغفر الله ورحمته الله ورحمته الله ورحمته الله واش كنت تتكلم هنا في الأحداث ديال 63 ما يسمى إحداث المنشية؟ لا أنا كنتكلم كانتكلم على يعني بش نقوله. احنا لسنا لم نكن مع تنظيم الإخوة المسلمين. و كنا رافضين أن يكون تنظيم الدولي. أنا كنت أتكلم معك ده مع المصر. مش التانوي ديك ساعة ما أتارا فيكم. و ما كناش مع 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 لا بغي تقول تنظيم الدولي. لأنه فبا بعد ما معنى التنظيم الدولي. أنت عندك دولة و عندك أمير المؤمنين. تنتكلم عليك التحول الذي حصلنا فيما بعد. لكن خلينا نستحضر معك. تعلمنا من مدرسة الإخوة المسلمين. من مدينة اللوحين التروفينة؟ في الخليطة الإخوة المسلمين. ما هي المدرسة الإسلامية في الراقم والمدرسة دائما 그러니까 كيف يكون تحوز التصوفين الذين قال نعم لل nessa ولاده. هذه هي حركة إصلاحية في آسيا. وهذه حركة إصلاحية الإصلاحية في الدول العربية. تحوزها إذالك احنا تأثرنا كثير بالإخوة المسلمين. تأثرنا حتى بالمنطقة في العلاقة مع النظام. وتأثرنا حتى أن الطريق من الحركة الإسلامية و السجون. قرنا بزاف كتاب أيام من حياتي دي زهر بغزالي كتحكينا ماذا حصل لها وقرنا على السيد قطب رحمة الله عليه وقرنا ماذا حصل خاصة في أيام جمال عبد الناصر وحتى لو وقعت واحد نوع من المصالحة ما بين إخوة المسلمين في أيام عمر التنمساني رحمة الله عنه مع السادات يعني كان قاها التأثر بالفكر اللي بغي تقول يال التباعد بين الحركة الإسلامية والنظام والشك بينهما وشي كي يتربصوا بشي يعني كل جهات تربصوا بجهة عدم التقا والانتظار السجن في أي وقت تدادت في أي وقت أنا باقي كنتذكر لما لما مشينا المخيام وغرقونا الإخوان وف واحد وثمانين بدو كي يدير معنا التحقيقات مشيت أنا واحد الإخوان اللي هو السيراشي المنقيسية هرقوا لكم مخيام كان غرقونا شي إخوان كنا كنمشوا المخيمات اللي بغي تقول صوفاج كمشوا كتنظيم كمشوا كمشوا كنطروا الناس كنديروا الدروس كتنظيم كان عدد من المخيمات طبعا السلطة كنتك تشوفوا لكن كان واحد نوع من السماح السلطة حتى الحركات لا بغي تقول سرية ولا الرافضة مشي كتسد عليها كتخلي واحد الهامش لألهم يراجعون ها أنت أي لألهم يراجعون فكنا كنديروا المخيمة في واحد العدد دين المناطق ومشي أل مخيم في بوزنقة كنا عندنا اتتصال مع أحد الإخوان في بوزنقة مشي ساناتي مع واحدة ثمين مش ادينا الباكالورية. انا داك فذك مخيم فما كنطيحو الا فواحد مخيم. واحد الشاطئ اللي فيه الود. كيتغير ضغير. مشينا كنلعبوا الكرة. بغينا نصلوا لعوموا شوية. تماما بغينا نعوموا شوية. وبغينا نمشي ونصليوا الجمعة انا داك. فاذا بيحنا ربعة كنغرقوا. ربعة كنتين بينهم. كنتين بينهم. فثلاثة كيغرقوا سي السليمي وسي الشعباني وسي الخلفي رحمة الله عليه. كنوا شباب. انا وسي السليمي وصلنا عليهم. لان احنا كنوا كنوجدوا. مشيهم كنوا قرأتنا في السعودية. وحتى التقبلنا. فإذا بيهي البحر كيهيج. كيتغير. فكنشوفهم كيغرقوا قدامي. كان. انت الناجي الوحيد منهم. الناجي الوحيد. وانا كنشاهد لي. انا غرقت. انا خرجني البحر. وانا غرق. كيف غرقت لي. الناس عافي. ما قدروا يدخلوني متر ناجر. كنشوف واحد منهم. تقول لي. يا ظهرك. فانا استعلا ظهري. وخليت الموجاك تهبطني. حتى نلقى. تاتن نلقى راسي خ خرج. فانا دوس. كتب الله. كتب الله لك عمرا جديدا. شوف. يعني ما نضغيش نذكر هذا الأحداث. ولكن يعني يمكننا يدو الله رعتني بشكل استثنائك. نطلب الله عز وجل. يعني ادي شكر هذه النعم. انا رابع لي يا حمام. بسنة رابعة. رابع لي كحمام. ايه تماما. بسنة رابعة. ايه. ودرت واحد جروج دي الكسيدات قاتلات. وغرقت. قلت لك. وخرجت. احنا رابع لي كرقنا. وخرجت ساليما. فاحداث. واحداث. 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 وكل الحمد لله. يسمحوا لي الرأي العام. ولكن يقول الوليد الله يرحمها. نهار اللي كتوق. واحد المرة كتحكي لي. كتقول لي. يا ولدي. انت عندك شي حاجة استثنائية. قلت لك. قلت لي. الليلة اللي غاضين ولدك. حلمت محمد الخامس. كيهدي لي. قال بسكر. ما علي تحال. نحن نستبشير بهذه الرؤى الجميلة. يعني لعلها ربما هذه من أنني ملكي حتى النخع. يعني. فخلينا نقول لك فإذا به في السنة. خضيت واحده ثمانين. واحدة ثمانين في ذلك. فالتأثير ديال الجمع. فالتأثير ديال الإخوان المسلمين كان تأثير قوي جدا. تأثير قوي جدا. ما ما لم أكن أعرف لحد الساعة بأن موطي عنده علاقة بلإخوان المسلمين. اللي هو كان كرأس. ونكنش كان عرفتها بعد. عدد 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 عرفوها الشيء من لقعت أحداث. ما كنش. أنا كنت في حالة تنظيم سري. ما عرفنا أنه الشيوية الإسلامية. حتى وقعت الأحداث ديال الشيوية الإسلامية. خاصة الأحداث ديال عمر بن جلوم. تال خمسة وسبعين. يعني. لا. هذه أحداث مخصوتي. مكناش عارفين هاتف تفاصيل. تفاصيل كلها ما كناش عارفينها. مكناش كن بعيدين منها. وهذا كلي كان مسؤول في القناة ترك. كان بعدنا من هذه الأحداث. لكن كبرت. ما كانت سرية. ما كانش كنش على الطيلة على الملومة. لا. يعني. ما كان لي كبرت الأحداث. عاد بدينها كان. وخف. أما هو كان بعدنا في هذا شيء. بعدنا باش ما نتقطرهش بهذه الأحداث. لا جزي بخير. باش ندوز هذه النقطة ديال التأثيرات الخارجية من بين أبرز الأحداث اللي كانت وقعت في. طورة الإيرانية. طورة الإيرانية. أنا جيتك هذا والحدث الثاني. فإذاً لابغيت تقول أنه كان هاد. هاد تأثير ديال مدرسة الإخوان المسلمين. وخاصة المرحلة ديال جمع بنصر مع الإخوان المسلمين. يعني. مرحلة ديال عمرت المسلمين رحمة الله مع السادات. يعني أطرت نسبلاً. كان ديكتات الصالح. خاصة المرحلة الأولى ديال حكم السادات المرحلة الأخيرة كان توقف. طبعا. فكان كي بلنا الحكام كلهم بحلوحان. كي بلنا الآخر كلهم بحلوحان. وكما ينفع إلا أن نعدى أنفسنا للمستقبلين ضد الحكام. فكان هاد شيء يخصان كونوا صرحة. كان هاد هو التوجه العام. لا نشتغلوا في إطار المؤسسات. لا نشتغلوا مع الحكام. لا نشتغلوا معه. كنا ننظروا بريبة على أي إمام يشتغلوا مع وزارة الأوقاف. ننظروا بريبة مع أي واحد ينتمي إلى السلطة بوليسي كيدخل للجامعة يصلي. كان عندنا. كان عندنا ليسا ما نحن نطلب منهم المسامحة. فكنا ننظروا بريبة إلى المجتمع وإلى المؤسسات. جاء الحادث ديال الطورة الإيرانية اللي زاد زكاهت شيء في وسط الشباب عموما. لكن احنا ما تقضرناش بزاف. كحدث أنها طورة إسلامية شعارة إسلامية. أعطاكم آمال بأنه ممكن طورة. طورة إسلامية. ولكن تبهنا أنه من 81 إلى 83 تبهنا أنها طورة غير سليمة. يمكن أن نتحط على هذا شيء. على أنها طورة ليست في مصلحة الأمة. علي تحال هذا حدث. هل عندكم لها قراءة طورة؟ طبعا. كراءة الجامعة أو الحركة الإسلامية أو الشباب الإسلامية أو كراءة فردية؟ لما وقع التحول من الشباب الإسلامية هذا من اللي يخذنا. خلينا نقولك من اللي يخذنا فوحد وثمان يخذنا الباكورية طلعت إلى الجامعة. بدأ الآن نقاش. ظهرت الجهادات جديدة. يعني مراجعة. بدأنا في المراجعة وهي والطورة الإيرانية حاضرة. من المراجعة؟ مراجعة للعمل في إطار المؤسسات. مراجعة الموقف من الدولة دينا ومن إمارة المؤمنين. المراجعة من الحلاقة دينا مع الفرقاء. المراجعة دينا العلاني السري. والمراجعة من الطورة الإيرانية. غير سمحت ليسي عزيز قبل أن ندخله في المراجعة والتي هي محطة من المحطة لغاية تناول الوفاة السلسلة هذه. دي قبل ما ندخله في هذه المراجعة. نهضره الآن على المرحلة دينا السياسي في التنوي. غادي يخذ لبك في المرحلة التنوية. بدأ الانتماء. بدأ الاستقطاب. أنا داك واش عرفتو باللي راه كنا حد تنظيم إسلامي. اللي اسميتو الشابيبة الإسلامية. طبعا لموقعات الحدادة عرفها بأنها كنا تنظيم إسلامي. قبل أحدات دينا. قاية الشابيبة الإسلامية وبقينا. وموقع التحول حتى خرج السعب دينا بنكيرات. قبل ذلك. بغيت نعرف عنا في هذه المحطة مهمة. هات الشابيبة الإسلامية واش كان عندها. يعني كتشتغل بوصل إيداء. أم كانت تتمرش في السرية. من بعد الصمر في السرية. أنا نقول لك أنا لست مؤرخ للحركة الإسلامية. لكن نحن كنا نشتغل في السرية خارج المؤسسات ضد النظام. السرية خارج المؤسسات. كانت الشابيبة الإسلامية كان عندها التوجه. لأن البعض يقول بأن الشابيبة الإسلامية نشأت في المغرب. بتزكية من النظام من أجل الوقف ديال المدلي يساري. ويقول بأن النظام مفر لقاع السبول. وأن الموقف ديالها في البداية ما كانش عندها عداء مع النظام. غير ما يقال في بعض الكتابات اللي طلعت لي أنا. ممكن ممكن. وبأنه ما كانش عندها موقف عداء ضد النظام. وإنما موقف عداء كي تعتبر العدو الرئيسي ديالها هو المدلي يساري. خليني نقول لك أنا. وش كان عندكم تمامة معطاية. أنا لا أمن بالقراءة التأمورية. ولكن خليني نقول لك أنا. أنا عبدالعزيزي ممكن شي واحد أخر يحكي. أنا لما كنت أعيد فيها. فهمت بأنني في حركة سرية. فهمت بأنني في حركة سرية. لا تؤمنوا بالعمل المؤسساتي. ولا تؤمنوا بالنظام الملكي. باش نكون صراحة. يعني اشتغلنا في ذلك. يعني خاص إصلاح جوهري في. وبدأنا وإحنا مازل في الشبيبة. باقي موقعش ذلك التحول المراجعة. وبدأك يتوزع وسط منا بعض الكتابات. من بينها يا خيل الله يركبي. يا خيل الله يركبي. هذي قبل قبل 75؟ لا 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 لا. قبل. أنا حكيت لك. أنا ما نتامي نحنا 78. أنا 78. أنا كنقول لك أنا وصلت ناتي. وزعوا علينا الإخوان خيل الله. وجدوا رأسكم. إحنا كن وجدوا رأسنا يا خيل الله يركبي. كانت فوتوكوبي. وفعلا مدينا كنوزع عليك يا خيل الله يركبي. وبدأينا كنفكروا إحنا كيفاش ننظموا رأسنا. ونوجدوا رأسنا للمستقبل. وبدأينا كنقرأ. بالمناسبة كنفسروا صورة العمرة. التي كلها صورة تتحدث عن الجهاد. وعن مواجهة المنافقين والمشريكين والظالمين. قام باش ن姑لك حتى. لكن كما قلت لك. بنيتيميةكن حاضرا عندكم فات Duele. بنيتيمية كان حاضرا بقوة. وبا المناسبة ، يجب أن بنيتيمية كان مجددا. وكان مقاوما للتتر. لكنو لم يكن بالمفهم اللي ابّغوا للناس ينسروا. كان حاضر بنيتيمية بقوة. كان حاضر بنيتيمية بقدوة. Cohen الحضر من القيمة bir lu đuja. في مجال الزكية بقوة. ومجال العبادات في الزكية بقوة. وكان بوتيمية حاضر في مجال وكان حاضر يعني حاضرين وحد عدد دي المراجع خلينا احنا كنا نقرأ هذه المراجع ليسا احنا في بعدها أن نستعد للمستقبل نوجد رأسنا ونربي رأسنا ونكونوا مستقيمين ولكن أيضا نكونوا جاهزين لأي معركة في المستقبل لكن شاء الله وبسرعة أن يخرج من هذا التنظيم يعني وخصنا نعترف لأهله من بدأ يفكر تفكيرا آخر أن نشتغل وهاد شيء هاد شيء بدأ يعني بداية التمانينات قبل بداية التمانينات بعض الكتابات احنا ما كنا نديروش تقاريخ كيف قتلك سايزة انا ما بغيتش نضيع وقتي انا بغيت نمشي للملامح دي التحولات وليش في التفاصيل ولكن هاد الملامح يمكنك تجيب اخوانا اخرين عندهم التفاصيل بحاسي محمد يتيم ولا غيره هاد الملامح مهمة مهمة لماذا لأن انا كنا نظروه الناس يا عزيز على شباب رادين يخرجوا من واحد الحركة اللي عندها مراحل مرحلة دي ما قبل خمس وسبين وكان قوله احنا ما قبل خمس وسبين اي قبل مقتل دي العمر بن جلول طبعا انا لما كن لي علاقة بهم انا تاميت في ثمي وسبعين طبعا احنا غيرها بشكل عام ولكن اكيد من تاميتيرا كنت عندك كراءات كنت عندك يعني تطرف الحركة لمنا كنا عرفوا اي شيء نحن كنا فيه تسري حتى علينا انا قلت لك حتى احنا حتى القادة ديالها حتى انا ما كنش كنعرفش كتاش كل مسؤولي عنا في القنيترا لا المسؤول عن الحركة وطنية ما كنتش كتاش تعرفوا باللي راه هو موتا لا ما كناش ما كناش نعرفه من مسؤول على هذا الحق حتى من المستوى السرية مستوى السرية الى درجة ان خالية لا تعرفه خالية وما عرفش انت فين كين ما عرفناه الا فيما بعد وماش كتتواصله كباش كتتواصله لا كان تواصل عن طريق اشخاص كان واحد شخص هو الذي ينصقه بين الخلايا او بين الجلسات الموجودة على مستوى مدينة القنيترا انا وكتك حتى المسؤول لم نكن عارفه الا فيما بعد يقال بان التحول في الشبابة الاسلامية من بعد خمس وسبعين من بعد الاغتيات دي البلجلول من بعد الخروج ديال خاصة عبد الكرام موطع الى الخارج وخاصة خاصة من بعد صدور حكم بالاعدام في حق عبد الكرام موطع واللي خرج انادك الخارج وكان مشى الجزائر اضناته الجزائر وبقى في الجزائر وحط الترب ليبيا ومن بعد عاد مشى الليبيا لان احتى اختلف مع القادة مع النظام الجزائر حول مسألة السحراء هذي بعض الكتابات اللي كتقولها لا هو كان اختلفها حول قضية السحراء هذي يشهدوا له وبعض اختلف حول قضية السحراء وانادك علاشه غادي يمشي الجزائر كان صدر واحد المجلة اللي اسميتها المجاهد ربما مجلة اسميتها المجاهد وفيها يعني اعلن او لدعا الى التورة ضد النظام ومرها مباشرة هذا واحد الحادث خرجت واحد المسجرة من دار البيضاء من واحد المسجد اللي كان يدير فيها الخطبة السعب اله بن كيران من بعد منها جت اعتقالات انا انا ادعو زمزيان السدعي راكين كتاب لي تابعوا هاتشي وكان اخوان من القيادة اللي كهمني هو التحولات الكبرى هذا كله اولا قضية قضية بن جلون وان كان القيادة كلها بن جريت تحولات الكبرى هنا لا أخا بن جلون مؤهد ديال بن جلون كان الاخوان يشكي كورا في من كان وراءها المقصد بالجلون كانوا يعتق الاخوان كانوا يعتقدون لأنه لم تكن للشبيبة ولا لمطاع يد في الموضوع خلنا نقول لك ولذلك ولذلك ابقوا معه من اللي حكم عليه ومشا الخارج ومشا عند جزائر وعن ليبيا وبدأ يدعو إلى ذلك هنا بدأت كثير من القيادات تقول لا انا اجتمعناش على هاتشي كمش نديروا الولاء الخارج لا قيادات تكتبول هاتشي لا ما يمكنش لا قيادات فيها فيها السي عبدالله بن كيران فيها السي محمد ياتيم فيها وحل العدد اللي اخوان هاتشيخصا عارفوه طبعا الانا داك اللي كان بارز بشكل كبير جدا سياتيم والسي عبدالله بن كيران والسي لا مين بو خمزة إلى غير داك العثماني فيما بعد سيظهر وفيما بعد انا داك خلينا نقول لك انا داك بدأت تطرحوا اسئلة اسئلة وقع خلاف داك فاحنا بقنا انا داك عارف الرأس نحنا في الشبيبة و لكن ظهر واحد الصوت يقول هاتشي كامل فين ماشي شي كامل فين ماشي فين ماشي فين ماشي فجلسي عبدالله بن كيران بدلت تاس ديالو انه لا بدو نشتغل في اطار المؤسسات ونشتغل في النظام من اطار النظام المالكي وفي اطار المذهب المالكي المذهب المالكي ومذهب المالكي اسياء جوهرية كأحد توجهات اللي خرجت من الشبيبه الإسلاميه من بعد، من بعد ما أوقع ما يسمى بمراجعة الموقف مما قاله موطع وهو في الخارج. نعم، نعم، هاتش اللي حصل. هنا أنا لسمحتي اللي غير رجع بك، ما تنقو مرة أخر مكديش. لا، لا يجزيك بخير، أنا أبليش مصف تفاصيل. المجموعات، المجموعات اللي تفرعت، أكيد عندك معلومات عن المجموعات اللي تفرعت. أنا غنقولك شنية المجموعات.